الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوة الكرام مازلنا مع دلة القاعدة الاصولية من السنة النبوية وهذه كما قلنا من باب التطبيقات العملية في بواب الاصول وهذا ابداع في التصنيف لان كتب الاصول كانها قاعدة واحدة وحتى الامثلة يعني ينقل كل عالم اتى بعد عالم ينقل ما قاله العالم نقلا تاما غير منقوص حتى بالامثلة فهذا تطبيق عملي وهذا التدريب ايضا حتى ندخل على ارشاد الفحول وانا انوى ان شاء الله شرح ايضا جمع الجوامع لان هذا اتقال للاصول بعد ذلك بلغت الى منزلة فيها ما فيها من الاتقال وكما قلت لكم كثيرا يعني كثير يعني لابد ان انا نقول هذا الكلام عمر اعمار ضاعت هباء منصورة وستضيع اعمار كثيرة ايضا هباء منصورة بسبب الطريقة التعليمية التي يمشون بها وهي مسألة القارئ الذي يقرأ على الجالسين وهم يجلسون محترمين يعني ناس طيبة الحمد لله بيربعوا اديهم كويس جدا وبعد ذلك وحتى يعني هلت تربعة اليد دي اتت بفائدة يبا فيه ادب مع الاخرين او عدم كيدة او شمدة في الاخرين لا غير موجود فهذه الطريقة لا تثمر عالما بحل من الاحوال ولا تخرج عالما بحل من الاحوال والساحة مليئة وانتم ترون بكثرة كثيرة دون ادنى يعني تواني وكل الجميع ناس طيبة هذا الذي تستطيع التكلم في ناس طيبة جيدة جدا لكن تقول الى علم او انت تذهب لتأخذ منهم علما او ترتكز عليهم في النوازل لا هذا بعيد ابعد ما يكون فلابد من عود على الطريقة الصحيحة الطريقة المناجية الصحيحة الطريقة التأصيلية العلمية الصحيحة لا الطريقة التثقفية وإلى احنا مشهين اكثر من 20 سنة هي الطريقة التثقفية لكننا اطفين عليها ثيابا تسمى ثياب الايه التأصيل العلمي هذا انا عندي الذين كانوا يعيشون ظهرا على الثقافة وهم يظهرون انها ثقافة على الاقل علموا المقدار والمعال الذي يمشون عليه ومن يأخذون منه ومن لا يأخذون منه لكن احنا اصلا نعمي على الناس على انها طريقة تأصيلية منهجية وما هي الطريقة التثقفية واطفين عليها التأصيلية وبعد ذلك ترى الخواء هذه المشكلة كبيرة جدا فنسى الله اللي رفع لها يعني ان يجند لهذه الامة من يحفظ لها او يحفظ بهم شريعتها الادلة المختلفة فيها احنا نتسغينا الحمد لله من الادلة النبوية في قواعد اصيل الادلة المتفق عليها وثم دخلنا في الادلة المختلف فيها اليوم الكلام على قايدة الاستصحاب قايدة الاستصحاب قايدة من الاهمية بمكان وان كان فيها بعض النزاع عند بعض العلماء لكن ليس نزاعا شديدا يعني قايدة الاستصحاب الادلة النبوية على هذه القايدة قايدة الاستصحاب حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اسم الله وسميت قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وايضا قال وان وجدته وان وجدته ارسلت عليه كلبك او رميته بسهمك قال فان وجدته غريقا فلا تأكله قال فلا تأكله فانك لا تدري الماء قتله او كلبك فانك لا تدري الماء قتله او كلبك فهذه فيها هنا احتراز بان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بانه لو وجدت هذا الصيد البط او الحمام او ما ارسلت عليه عليه كلبك فوجدته في الماء غريقا فيعني بعد مدة وجدت الكلب امامه هو غريق في الماء فاخرشته من الماء فقال لا تأكل لانك لا تدري كلبك قتله او مات غريقا دي طيب هنا يدل على ان استصحاب الاصل اذي الاصل في الزبايح الحرمة الاصل في الصيد والزبايح الحرمة فهنا استصحاب الاصل لما وجد الشك استصحاب الاصل هنا الحديث يدل على استصحاب الاصل لما وجد الشك فانت لا تدري كلبك قتل او الماء قتل ارجع الاصل الاصل عدم الاصل عدم الحل الا ان يأتي دير بيقين على الحل ايضا من قول نفسنا فان خلطها كلاب من غيرها يعني أصرت كلبك المعلم وخلطتها كلاب من غيرها لا تدري هو معلم أم لا سميت عليه أو لم تسمى عليه قال فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيري أيضا هي المسألة دائرة على نفس الأصل أنك شككت الآن كلبك قتل طب الكلاب الأخرى أنت قتلت طب كلبك أنت تأكدت أنك سميت قبل أن ترسل لا تدري أسمى من أرسله قبل ذلك أم لا إنما يأتي الشكي بترجع إلى الأصل والأصل هنا التحريب فهذا كل هذه الأحكام في هذه الأحاديث والأثار عفوا تدل على استصحاب الأصل إذ الأصل في الزباح والصيد أيش الحرمة طيب وأيضا قوله للسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريح فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريح هو عامة جاء الحديث برواية أخرى أن رجل جاء للسلام يسأله عما أشكل في بطنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج لا ينصرفن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح ليش هذا استصحاب أصلا لكن لا هو استصحاب أصل لكن أي أصل اسمه استصحاب الدليل هذا استصحاب الدليل أو استصحاب الحكم السابق لأنه لما توضى صار طاهرا فحكمه الآن صار طاهرا فلا يمكن لا يمكن لا يمكن أن نقول بانتقاد هذه الطهارة بشك ولكن ولكن بإيش بدليل بدليل يقيني يبعا إذن ولذلك العلماء في قاعدة الأصحاب إنها حجة استنبطوا منها قواعد فقهية كثيرة وقاعدة وصلية تشترك بالقاعدة الوصلية وقاعدة الفقهية اللي هي بقاء مكان على على مكان بقاء مكان على مكان وأيضا القاعدة الثانية والقاعدة من الأهمية بمكان بقاء مكان على مكان والقاعدة الثانية هي قاعدة لا يزول لا يزول اليقين بشك لا يزول اليقين بشك طيب أو لا يزول الشك إلا بيقين لا يزول اليقين إلا بيقين ولا زور يخيف بالشك هذه القاعدة الثانية هذه المسألة يابد ننضرب عليها أمثلة حتى الإخوة أيضا يتصوروا مسألة الاستصحاب الحق الآن أقول هناك خلاف أن العلماء هل الاستصحاب حج أم لا استصحاب الأصل استصحاب الدليل هل هو الاستصحاب العدم استصحاب الثبوت هل هو حج أم لا في كل نوع الاستصحاب الأحناف يقولون ليس بحج لأنه ليس بدليل فعن أدلة هذه التي سارتناها عليكم من أحدث النمو سلم تدل دلالة واضحة أنها إيش على أنه حج وهذه النمو السلم الذي يحكم بذلك وجمهور الفقاء من السلف والخلف طبعا قبل المدرسة الشفعية بأسرياء الملكية والحناب والحنابين كلهم يقولون باستصحاب الأصل حتى التطبيق العملي للشفعية في التطبيق العملي أيضا يقولون باستصحاب الأصل هذه مسائل يعني إن وردت في كتب الفقه وفروع الفقه لا يتايد إلا ما قلت لك بمسألة الاستصحاب وإن كان هناك عند التطبيق بعض الاختلافات والتنازع على أن التصور بأن هذه الصورة تقع تحت هذا دليل أم لا فقط يبقى المسألة مسألة تطبيقية محضية الاستصحاب نوعان استصحاب العدم الأصلي وهذا هو الأصل هذا هو أصل الاستصحاب العدم الأصل أو استصحاب البراءة الأصلية استصحاب البراءة الأصلية كانت تقول مثلا رجل تسألوا صليت يوم عشر سلوات أم لا علمت أنه قد فرض الله عليك عشر سلوات فيقول له الرجل لا ما صليت يقول له خمس سلوات الزيادة هذه غير مشروعة وهي ممنوعة الأصل براءة كما يقولون في هذه المسألة الأصل براءة زمة المكلف من أي عبادة الأصل براءة زمة المكلف من أي شيء وبعد ما أحد الله يرفع لا لا شيء عليه إلا أن يأتيه الدليل على الإفار الأصل براءة المكلف الأصل براءة زمة المكلف من شغل الطاعة حتى تأتيه البينة فلا يجزء أن يقول له أنك عليك أن تؤدي الزكاة مرتين في حول واحد فيقول له لا ليس عليها طيب الأصل براءة زمة ليس عليها زكاة صالة الأصل براءة زمة المكلف حتى تأتي البينة فإن قال له عليك ست سلوات قلنا له أيضا الأصل براءة الزمة ليس عليه إلا خمس سلوات هذه الصحاب البراءة الأصلية والصحاب أيضاً الصحاب الدليل اللي هو الحكم السابق بالخمس سلوات لكن نحن نقول عندما ننظر إلى هذه المسألة نقول العبد المكلف المؤمن لا يلزمه شيء لا يجب عليه شيء إلا إذا كان الدليل لذلك نقول دائماً لا يجوز للإنسان أن يقول يجب عليك أو يحرم عليك لا يجوز له ذلك وهذا من التقدم ينادي الله ورسول لأن الأصل براءة الزم كما قال الله في علا ولا تقول لما تصوي وقال زيناتكم الكذب هذا حلان وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالأصل براءة الزم حتى يأتي الدليل وأيضاً الأصل براءة زمة المدعى عليه من دين جاء زيد فقال العمر إني لي عليك إني لي عليك ألفاً من الدنانير فيأتي عمر يقول ليس لك علي من شيء الآن لو القادي اختصم الإثنان عند القادي القادي يحكمون من لعمر أم لزيد زيد ادعى ألفاً على عمر القادي يحكمون من لعمر الأصل لأنه استصحاب الأصل الأصل عدم عدم الدين الأصل عدم براءة زمة الإنسان من الدين الذي عليه ولذلك الإنسان يقول بينا على المدعى ولا يمين على من أك المدعى هذا هو الذي يأتي بينا المدعى عليه ليس عليه سمّت شيء لأن الأصل براءة زمته من ذلك الأصل براءة الزمة وأيضاً الأصل براءة الزمة في أمور كثيرة ردداً بأنك تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته شائع وزائع عند الناس هذه الأصل براءة الزمة الأصل براءة الزمة في دارك أيضا الأصل براءة البراءة براءة من استصحاب العدم الأصلي أيضا استصحاب الحكم السابت استصحاب الحكم أو اسمه استصحاب الدليل وهذا فيه منازعة بين العلماء فيه منازعة أصولية بين العلماء الاستصحاب الدليل وحن عندنا البراءة الأصلية أيضا لابد أن نتنظر عليها أصوليا لأن البراءة أصلية عندما تكون عندك هي براءة أصلية أي دليل ممكن يحرك لكن لو جاني دليلان دليل مثبت للبراءة الأصلية ودليل الناقل الأقوى الدليل الناقل إلا أن تألد في السياق أو في القرائن المثبت يقوي لأن الأصل أنك مهيئ لما سأتيك من الأحكام فيها تهيئة لك من الأحكام التي سأتيك فهذا هو الأصل فالعلماء يقولون أن الذي جاء يثبت الأصل والذي جاء ينقل الذي ينقل هو الأقوى إلا تدل دلالة على ذلك النوع الثاني من الاستصحاب استصحاب الثبوت أو استصحاب الدليل أو استصحاب الحكم الشرعي الذي ثابت بالدليل حتى يأتي الناقل فلك أن تقول مثلا كاستصحاب حكم الوضوء المتيقن دخل الرجل بعد صلاة للزهري فدخل فتوضى وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء ثم ذهب في صلى السنة ثم أقام الرجل للصلاة فصلى مع الإمام فبعدما انتهى من الصلاة انشغل بعمله ثم جاء إلى العصر أراد أن يكبر ليصلي العصر بعدما قيمت الصلاة نظر فحدثته نفسه انتقد وضوء أم لا فلا يدري هنا تروي الشك تروي الشر الشك على اليقين لا يؤثر تروي الشك على اليقين لا يؤثر لأنه أصالة مستيقن أولا في حكمه الأصل هو ماذا فعل توضى يبقى استيقنه اتهارة فإذا إذا شك نستصحب الأصل والأصل الحكم الذي ثبت له هو التهارة اللي هو ثبت له بيقين طبعا هذه مسألة مسألة أشكالة حتى المالكية على بعض العلماء على أن نمسلم قال ذلك هذا جاء تصريحه من كلام نمسلم عندما سأل الرجل أني أجد شيء في بطني فقال لهم أشكال عليها في بطني فقال لهم السلام لا تخرج من الصلاة لا تنفتر حتى تسمع صوتا أو تجد ريحة تسمع صوتا أو تجد ريحة فلما لهم السلام يقول له ذلك دلالة على أنه قال اعتمد على تهاراتك الاصلية والتهارة التي أنت عليها لكن الملكية نظره نظره ضيقة الملكية نظره في ذلك فقالوا نفرق بين ما كان خارج الصلاة وداخل الصلاة ولا تفريق صاح راجح لا تفريق لأن القاعدة هنا استصحاب الحكم هذا استصحاب الأصل أو استصحاب الأصل الثابت الحكم الذي ثبته بدليل من ذلك أيضا استصحاب حكم حياة المفقود استصحاب حكم حياة المفقود وإذا قلنا زينة تزوارها عمر ثم عمر ذهب مسافرا فلم يرجع عاما والعام الثاني الاصل الحكم بحياته فلا ارث ولو ترك اخلف اموالا كثيرة فلا ارث وايضا لا تلقى لمرأة امرأة لا تتزوجها هي رهينة له فالحكم بحياته المفقود حتى تأتي القرينة القوية التي تذبت تذبت ذلك فلذلك العلماء قالوا الا ان يأتينا ايها هي ما زالت امرأته وما زال المال ليس بارث حتى يأتي بيقين موت هذا الراجل وبعضهم وقتها بتوقيته وبعضهم وطوعا عمر الخطاب نقول عنه انه وقتها بايش باربع سنوات انه قال بان هذا هو الغالب على الظن بانه ان لم نسمع خبرا عنه في خلال الاربع سنوات يبا اذا هذا الرجل قد مات فيحكمونا بموت بياته لكن هو ترو في الفقدان الترو لا يمكن ان يزيل ما ثبت بيقين حتى يأتي او تأتي القرينة القوية على ذلك استصحاب الملكية السابتة اصالة يعني لو قلنا بان رجل يملك بيتا وهذا البيت معلوم انه قد مالك هذا البيت بارسم من ابيه او من جده فهو معلوم لدي الناس جميعا ان هذا البيت هو بيت هذا ثابت هذا البيت فبعد خمس سنوات جاءت امرأة ومع اهلها وقالوا هذا بيتي اتنا البيت انت كنت اجيرا عندنا وهذه البناية لنا فقلنا هذا الدعاء وهنا قد ثابت حكم الرجل السابق ثابت هذا الحكم بدليل والعرف حتى الناس يشهدون بالشهود بالبينة بانه الملك له فلا يمكن ان نقول بازالة الملك استصحابا لاصل الملك استصحابا لاصل دليل الذي جاء الدليل لازبات حكمه معين هذا الحكم يبقى لما هو عليه لا ننتقل منه الا اذا ان تأتي القرينة التي تذبط ذلك النقل من ذلك ايضا استصحاب ان حكم شغل الزمة بدين حتى اتي الدليل على قضاء هذا الدين بمعنى زيد له عند عمر الف درهم والناس جميعا جاءوا سألوه لك كم قال انا لي على عند عمر زيد قال لي عند عمر الالف فقال اكتبها كتبها حد واخذ الورقة ووضعها عند الرجل امين لكن الرجل امين سافر طيب وجاء زيد امام الناس قال لي عندك الالف قال نعم انت لك عندي الالف بعدها باسبوع جاله قال انا احتاج الالف اعتيلي بالالف دعك من الورقة لان الشهود شاهدوا نميعا بانه على عمر الالف فقال اتيلي بالالف قال اعطيتك اياه اتخي الله الا تذكر اني جئتك وعطيتك اياه هنا لو لم نجد اي بينا عند اي احد منهما فلابد ان نرجع الى حكم الاصل الاصل ان ذمته قد انشغلت بالدين وتروي السداد لا قرينته لا قرين عليه لا دلال عليه يبقى ثبوت حكم الدين هنا وانشغال الزمة بهذا الدين هو الاصل فانا اقول له الاصل ان عليك دين الاصل انك لبدا تفعل الدين هذا الاصل الا ان تأتي ببين على ذلك اما اقرار من الدين واما الشهود هذه بينا واما فانت عليك ان تدفع هذا المال ظاهر جدا في هذا المال وايضا لو ما استنى ذلك الاصل بقاء حكم الزوجية الا ان يأتي الدليل في طرو الطلاق الاصل بقاء حكم الزوجية المفهومة غير مفهوم يعني زيد تزاول هندن او قل عم او عمير تزوج بثينة عائشة المهمة وتزوج امرأة وبقى العقد النكاح بيبقى عقد النكاح سابتا فهذا عقد النكاح اذا جاءت عائشة بعد عامين خلاص قتلها كلما يدخل عبوسا كلما تطلب شيئا لا تجده فقالت بعد ساعة عامين انت تطلقتني الحمد لله الان الطلاق واقف فالرجل الان كأنه زهل كيف تقوله كيف تتجرع على انها يطلقت فتقف امام القاضي لو واقفت امام القاضي ماذا سيقول سيقول لها الان الاصل انه زوجك الاصل انه زوجك والطلاق طارق تروي الطلاق لا نثبته بعد ثبوت الحكم بالنكاح وقسيمة الزواج معهم يبقى تروي الطلاق لا نثبته ولا نعتمده الا بايش الا بقرينة الا بدليل هذا اسمه استصحاب الاصل وهذه مهمة جدا يعني هذه كما قال بعض العلماء في قاعدة بقاء مكان على مكان على مكان وايضا اليقين لا يزول بالشك قالوا هذه تدخل في جميع بواب الفقه هذا صحيح هذا ميزان عظيم لنا في هذا الباب بانك اذا لم تلت دليلا دائما تقول ودليلي في ذلك الاصل الاصل معضد لك فانت دائما الاصل تقول الاصل لا بد له من محرك حتى نقول ونعتمد بعض الاحكام التي نتكلم بها هذه المسألة في الاستصحاب وهي حجة والحق بانه خلافة للأحناف ان الاستصحاب حجة لا بد أن نعمل بها الاستصحاب حجة لا بد أن نعمل بها لا سيامة ان اذا عدم الدليل فالاصحاب هو الذي يمكن ان يعني نعتمد دليلا قاعدة التي تليها قاعدة النافل الحكم يلزم الدليل النافل الحكم يستلزم او يلزم الدليل بمعنى وهذه قريبة منها بمعنى ان نقول الحكم الان ثبت بدليل فاذا ثبت الحكم بدليل لا يمكن لك ان تمفي هذا الحكم الا بايش الا بدليل الا بدليل وهذا ايضا قريبة من هذه القاعدة السابقة الأصل في هذه القاعدة النافي للحكم يلزمه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أي البيينة على المدعي واليمين على من أنكر البيينة على المدعي واليمين على من أنكر يبقى إذا ثابت حكم لا يجد ذلك نفي ومحل من الأحوال إلا أن تأتي بإيش إلا أن تأتي بقرينة إلا أن تأتي بدليل التوضيح في ذلك البيينة المدعي واليمين على من أنكر احتج به جماهير أهل العلم على أن النافر الحكم لا يقبل قوله إلا أن يأتي بدليل أن النافر الحكم لا يقبل قوله إلا بدليل وهذا قاله جماهير الفقاء والأصليين من المتقدمين وأيضا المتأخرين وأيضا عندنا الآيات التي تثبت ذلك بقول الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله قال الله تعالى منكرا العلم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ما عندهم علم بذلك ولذلك لما مر الرجل لما قص علينا رجلين من بني إسرائيل قصة الرجلين من بني إسرائيل لما مر الرجل قال اتق الله استغفر الله فقال له الرجل دعني خلني وربي ففي الثالثة قال لا يغفر الله لك أبدا فلمعهما الله تعالى قال أكنت بيع لمن تقدم بين يدي الله هنا الآن أكن تعلم في هذه قادرا غفرت له وعزبتك هذه صاهرة جدا في هذا الباب بأن الأمر بأن الإنسان إذا ثبت حكم لا يمكن أن يزيله إلا إلا بدليل ولذلك قال الله رفع له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به لا برهان به هنا ليست المسألة على المنطوق المفهوم ما أحد يفهم من هذه الآية أن هناك مفهوم أنه ممكن إنسان يدعو مع الله بدليل حاشا لله لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدت يبقى معنى ذلك هذه صفقة شفة والحال أن الذي يدعو مع الله إلها آخر ليس له دليل ليس له دليل يبقى إذن ألزمه الله بأن ياتوا به بالبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دللوا على ما تقولون وهذا الذي قاله في المناظرة العظيمة التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود لما جاءت الصفصة من النمرود عندما قال له أن ربي يحي ويميت قال لأنه يحي ويميت وهو حقا لا يحي ولا يميت هو فقط حكم على ذلك والثاني أبقى هذه صفصة ولذلك لما لأ إبراهيم لما أجد إبراهيم عليه السلام أن المسألة صفصة وأن المسألة ليست على الأرض صلبة قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب ائتي بها بالدليل الآن على ربوبيتك هذا دليل ربوبي ثبت الله على دلائل ربوبية ثبت بعد الشر ثبت بالآيات الكونية والآيات المتلوة ائتينا أنت بالدلائل على أنك وهذا الذي كنت مع بعض الملحدين اللي هو الشباب ده قلت له هذا الكلام هو لما قال لي من صانع الكون إيش عندك من الأدلة قلت له هو قال قال أنه خالق الكون قال لي بس هذا الدليل الغباء مستحكم هو يقول أنا أريد أن أنظر مقدمات ونتاج قلت له الآن هذا عندي بالنسبة لي هو الدليل هذا زعم أن تكذب الزعم وقتيني بإيش بالمضاط وطبعا أنا كل ذلك بينبني أمري على مين على إبراهيم النمرود أفهم منهم هذه مسألة أعجب من العجب النمرود لم يعارض إبراهيم في هذا ويقول له لوازم الربوبية التي تتكلم عنها التي ادعاها ربك أنا أدعيها فادعاها في أول مرة سفسطة وفي الثانية سقط فيها لما قال له فإن الله يأتي بشمس المجرع فأتي بها أنت هذه الأدلات الربوبية إيه أتي بها فلم يأتي بها فزي كانوا قلت له اعتني بأحد يزعم هذا الزعم غير هذا الذي زعم الإله الذي زعم بذلك أو اعتني بأدلة على أن الشمس لا تشرق هذه في المشرق وتغرب من المغرب يأتي لي بأنها من الطبيعة هات بس أدلة بذلك سقط فيها أو سقط فيها فهي المسألة أنه إذا ثبت حكم لا تستطيع أن تنفيه إلا أن تأتي بيش بدليل وهو اللي الله تعالى بيان لهم حتى بيان لهم ذلك بالأدلة قال فادعوهم فليستجيبوا لكم هذا الدليل هو ادعى من دون الله من شئت وتارى بأنه يستطيع أن يرفع عنك الضرة وقت بذلك هاتي بالدليل ما في دليل وذلك الله تعالى قال قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين أن الظاهرية خلفوا في ذلك وقالوا بأن مدامة الأصل في الأشياء النفي والعدم وعدم الوجود فلا يحتاج المر إذا قال بالنفي أن يأتي بدليل هذا كلام باطل شاز هذا كلام باطل شاز لأن الذي ثبت كما قلنا ثبت بحكم بدليل فلا يعني نفيه لا يكون إلا بدليل الدليل رابع العرف العرف أو العادة فهما سواء يعني وذلك القاعدة الفقهية دي مستنبطة من الأصول قاعدة مشتركة بين الأصول وبين الفقه وبين القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية اللي هي العادة محكمة العادة محكمة نحن عندنا المعروف عرفا كل كل مشروطي شرطا وهذه مسألة مهمة جدا 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 لأن أنت تعتمد عليها في الأدلة بل أنت ترى كثير من الفقهاء في كتب الفروع الفقهية كلها معتمدة في مسائل معينة لا تجد لها حلا في أو دليلا أو إشارة من الكتاب أو من السنة إلا أن تجد أن العرف أن العرف إيش؟ حاكم بل نفسه محكم العرف في كثير من المسائل وهذه الحديث الذي تراه أصلا في هذا هو حديث هند من تعودبة عندما رأت للنفس السلم وقالت عن أبي سفيان قالت إنه رجل شحيح مستيك لا أستطيع أن أنفق على نفسي ولا أدي إلا نأخذ بغير ما بغير أن يدري بغير علمه فنظر عليها النفس السلم ولما كشفت داري كانت هذه فتوى ليست المحاكمة عشان ما يقول قضى وكيف قضى على غائب هذه كانت فتوى فأفتاهها بداري فلما سألت النفس السلم في ذلك قال إن كان على ما تقولين يعني هذا المعنى مش لازل النفس السلم لا يقول هذا نصا لكن قال إن كان على ما تقولين قال خذي من ماله طيب ما يكفيك ما يكفيك وولدك بالمعروف حال المسألة على إيش العرف العرف يومك كم تكتفي في النفقة في اليوم فخذي منه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا تصريح طبعا إحنا الآن ده الآيات لكننا نتكلم على الأصول السنية السنة الآيات عندنا ظاهرة جدا قال الله على خذ العرف وأمر خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال وأمر بالعرف بما يتعرف عليه الناس إذا كان يقول من السنة أنك إذا دخلت بلدة وجدت الناس لهم أعرف معينة فلا تغيروا لا تخالفوا تدخل أنت دخلت يعني تدخل بلدة ما يلبسون إلا القميص أو قل ما اسمها لا الدجداشة عند الخارجين وعند إخواننا المغاربة الجلباية صحيح ما يلبس إلا هذا الرداء الأول أكس أنه لا تلبس إلا هذا الرداء لابد أن تنزل على عرفه كاذا نزل تميم تمتم تكلم بنفس اللبز نفس اللغة هذا الأصل حتى لا تكون يعني من أهل الشهرة في هذا الباب والنفرة أيضا تكون مع هذا فالعرف حاكم في هذه الأبواب ما لم يخالف الشر لأن تعبط شرع في هذا الباب العرف حاكم في كل أحواله ما لم يخالف الشر ولذلك في الحديث وهذا الحديث أصلا كما قلنا مرفوع ضعيف جدا وهو موقوف صحيح ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يبقى ما رأاه المسلمون حسنا من العراف والعادات التي يتمسكون بها أنها حسنة وأيضا الحديث النبو سلم تحيضي للمرأة الحاد تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيضي النساء وكما طورنا المقاط يعني حايدهن وطورهن النبو سلم يعني قسم النساء الحايد إلى أصناف ثلاث امرأة تعرف الحايد بالدم قال الدم أسود يعرف أو يعرف يعني له رائحة معروف فحالها حالها على إيش على المعرفة بمسألة التمييز وامرأة هي ما تعرف التمييز لكنها تحفظ العادة فقال الرجاء إلى عادة نسائك لداتها يعني تذهب إلى المرأة التي تتحيض أمها تتحيض ستا ستا خمسا أربعا تتحيض من ذلك وامرأة لا تعلم هي لا يأتيها الدم إلا على وطيرة واحدة لا تمييز لها وأيضا نسيت عادتها فلا تحفظ عادة والدم مستمر عندها فهنا نساء في الدم المستمر عادها على إيش عرف لداتها العرف عرف البيئة الباء وذلك قال نساء تحيضي في علم الله ستا أو سبعة كما تحيض النساء عادها على عرف النساء على عدل النساء غالب النساء لا تزيد عن ستة أو عن سبعة النادر بقى اللي توصل إلى خمستاشر أو عن زكاة امرأة بتحيض شهر وشهر هذه مش امرأة هذه التلاءة أحسن لك هذه لا تعيش معها أفضل لك يعني هذا أفضل النجة تقول لها الهروميات الرجولة أو الذكورة أكثر فتنقلب أفضل لك مش ممكن تجد امرأة بهذا الأمر حتى خمستاشر يوم خمستاشر يوم صعب جدا أن تجدها في امرأة لما خلقت إلا لتعبد وأفضل لعبادات على إطلاق الصلاة أتمنع من الصلاة الخمس شهر يوم هذا صعب جدا هذا الذي حدا بي أن أقول أن أقصى مدة للحي خمستاشر لم يرد الدليل الصريح على ذلك من السنة النبوية لكن هذا الأصول الشرعية تأبى أن تزداد المرأة على ذلك لما خلقت كما خلق الرجل إلا للعبادة أيضا قولي النبي السلام لما جاءت ناقة البراء دخلت على حائط على بستان فأفسدت الزرع الذي فيه فقاد رسول الله السلام على أهل الحيطان بحفظها بالنهار وقاد على أهل المواشي بحفظها بالليل يبقى إذا أفسدت ليلا فالضامن من صاحب المشية لأنه لابد أن يحفظها ليلا لو أفسدت نهارا يبقى صاحب هضر ليش لأن صاحب الحائط لابد أن يحفظ يعني بستانه في هذا الوقت يبقى رجعها نسلم هنا لإيه للعرف انزل للناس جميعا وفي دكان مغلق مثلا في الليل وجاءت دب كسرته وأفسدت ما فيه يضمنوه قولا واحدا أما إذا كان الرجل الدكان موجود الدب ماشى بجانب الدكان وهو تارك الدكان حتى ما يجلس بجانبه يعني أومأت بذيلها فكسرت شايا لا يضمنونه لأنه يقول أنت عليك أن تحفظ على هذا العرف حاكم في هذا الباب إذن مسألة العرف معتبر في الشرع نعم الحق أن جماهير الجماهير السلف والخلف من المتقدمين ومتأخرين قالوا بأن العرف يعني يعتبر وأنه حاكم وأنه دليل من الأدلة التي يأخذ بها ما لم يخالف شرعا بالضابط ما لم يخالف شرعا وأن كان بعض العلماء يرى بأن العرف ليس بحج وهذا كلام فيه ما فيه من الضعف لا سئمة وأن الله رعلا قال خذ العفو أمر بالعرف وقال الله رعلا وللمطلقات متاع بالمعروف متاع والمعروف وذاك النفقة لينفق ذو ساعة من ساعة هي المسألة على العرف وقد نقول العرف هو العادة الجارية بين الناس العرف هو العادة الجارية الغالبة المستحكمة العادة الغالبة الجارية بين الناس وذلك يقولون العادة محكمة وهذا بضابطه إن لم يخالف الشرع فهو معتبر وهو حج ويعمل به وهناك أعراف جاء الإسلام بهدمها فليعمل به لأنه وإن كانت أعراف بين الناس الله 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 لم يقبلها. الله جاء الله فيه لها. اه يجعل الشرع يأبى هذه الاعراف. لانه حتى اعتبار العرف هذا لو نظرت له. الشريعة تنظر لمسألة مهمة. ايش هي المسألة المهمة في اعتبار العرف? هو طبعا العرف لما لما يعتبروا الشرع. اه. ممتاز. مراعاة المصالح. اه مراعاة المصالح في هذا الباب. فان كانت الاعراف التي اعتاد عليها الناس تؤدي لمفاسد. يبقى اذا الشريعة لا تنظر لي. لان الشريعة جاد بايش بالمصالح بذات المصالح وتكسرها. وضرء المفاسد وتقليلها. فهنا العلماء يقولون هناك عراف جاء الشرع بإلغاءها. فاذا جاء العراف جاء الشرع بإلغاءها. لابد يقين ان تقول هذه العراف ايش? تصل الى المساوي. مثل. قد تعارف بينهم انه لا يقترد قرد احد. فيزيده اجلا الا ويربي. الربا. الربا هذه مهلكة ليست بعدها مهلكة. لذلك المالك كان يقول انه لو اقسم رجل على امرأتي بالطلاق انه ما في ذنب يداني ذنب الربا. اذا لا تطلق امرأته. يعني يقول امرأتي طالق لو لم يكن ربا هو اعظم الزنوب. يعني خلاش يلك. يقول امرأته لا تطلق. عنده دليل. دليل واضح جدا. لان الخمر وان كان الله دعالة قال. فهل انتم منتهون? وايضا الزنة وان كان جعل فيه الرجم وجعل فيه الجلد. لكن لم يذكر عن ذنب قط بان فيه الحرب. الا في الربا. قال الله دعالة فزنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب. وزيك الحديث عن ابن مسعود وحديث هذا ضعيف مرفوع. موقوف يعني صحاها. حسنه مرفوعا الالباني وغير الالباني. رحمة الله عليه. ولكن الندين والله بأنه ضعيف. اللي هو درام واحد زنة اشد من ست وثلاثين زنة. ايسارها ان ينكح رجل. ايسارها ان ينكح رجل امه. ده هيدي اقصى ما يصل الانسان من حر. الانسان يقول لا تتبعون الانسان الذين من قبلكم شبرون بشبرون وزراعا بزراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولو وجد في ادي الامة من ينكح امه. لو وجد في امتي من ينكح امه. هذا اقصى مسلا الانسان. فيقول ايسارها هذا شزوز في المدن. هذا شزوز في المدن. لكن يقال للناس من اجل ارعاب الناس عن هذه القضية الخطيرة جدا قضية الربا. فجاء الشرع مع انه تعارف اهل الجهلية جميعا في مساءة الربا. بل نحن نقول اهل الجهلية الغوا هذا العرف اصالة. عند التعبد الغوا هذا العرف. لترى ان الركيزة الشرعية جاءت في المصلح. كيف? وين? سرعة. ممتاز عند ابناء الكعبة. ستة ازرع من الحجر لم يدخل في الكعبة. ليش? قال ان سلم تقاصرت بهم النفق. هل تقاصرت وهم ملوك العرب ولا هم ملوك من الاموال? لا. هم هم تعاقدوا على انه لا لا يبنى البيت الا بمال محضية الحل. الا بمال الحلال. لا ربا يدخل فيه بحال من الاحوال. فهواء ملغى. ايضا جاء الشرع بالغاء الشرم الخمر الشرم الخمر انهارا. فجاء هذا عرفة والغاه الشرع. الغى الشرع المناكحات المعروفة لها في السيادة والشهرة المرأة تريدس. ان ياخرج ابنها يعني للناس سيدا. فتأتي الى اعظم الناس قدرا في القبائل فيتزوجها فيجمعها. ثم بعد ذلك تطرح نفسها الاكثر من رجل. ثم بعد ذلك تنسبه لواحد من اشراف العرب. كل ذلك جاء الشرع بالغاء مثل هذه العرف. طيب. العرف ايضا يعني مسمر جدا وكما قلنا بانه الاصل في ذلك. تعرف الناس على امور وقد ثبت الشرع باعتبارها لا الغائها. تعرف الناس على الاعياد وغير الاعياد من التوسع في النفقة وازهار الفرحة والسرور. هذه عبادة وهو ايضا من باب العرف. ايضا من ذلك من العرافة التي جاء الشرع باعتبارها البايع بالتعاطي. انت لا يمكن ان تقول بانك اذا دخلت تمشي مثلا انت تريد تركب التاكسي او السيارة من محطة مصر الى سيدي بيش. صحيح? لا يمكن ان تقول قف هذه السيارة ما نوعها? يقول لك هندا. يقول والسكان يمين ولا يسار. وانت الان انا اريد اعرف كم كيلو ستمشي. وفي كيلو تأخذ مني كم? واجراتك كم? هيعمل ايه? هيعملك بنزيل للعربي? يعني مش ممكن اي واحد هيقبل منك هذا الكلام. هو متعرف عليه انت بتفتح الباب وتدخل وتنزل وايضا لزد سيدي بيش. بتعطي المال. ممكن تختلفون. تختلفان في ايش? في جنيه. في جنيهين. صحيح ولا لا? لكن متعارف ان هذه المسافة تقطع بكذا. فتكرم انت او لا تكرم تعطي بالمقدار او تكرم. هذا عمر اليك لكن هي معروف. يعني انت لو قللت عن المتعارف عليه تجد الثورة عليك شديدة. فهذا متعارف على بين الناس والعرف. جاء الشرع ايضا باعتباره. وكما قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فاذا قلنا بان الرجل قال اوصيت ببناياتي التي على البح لأولادي. ثم بعد ذلك مات الرجل. الرجل كتب الوصية هو جد. كتب الوصية لأولاد أولادي. لانه عنده أولاد. ولد الولد لا يارث مع وجود. الولد معروف. من قدل بوارث فلا يارث معه. دي قعدة قعدة في الفرايد معروفة. اما بقى اختراعات الوصية الجواجبة والكلام هذا. هذا ليس من الدين. طيب. فهو محجوب. لكن هو الجد لما علم ذلك كتب وصية. لأولاد. قال لأولاد. أولاد. لولدي. وأولاد ولدي فلاد. طيب. كتب لهم هذه البناية. الرجل هذا كان قد أنجب ذكورا وإناثا. العرف يقول عندنا لم يعلم. يقول الأولاد يقصد بمن. الذكور. لا يدخل. الناس لا يدخل مع الأولاد. فالعرف حاكم هنا. يبا إذن الوصية كانت للذكور لا. لا للإناث. كأن رجل مثلا يقول. والله أجلس أمكث شهرا لا أكل لحما. وكل يوم يأتي سمك. بأنواع المختلفة. يأكلها. لا يحنس. لأن في عرف الناس السمك لا يسمى إيش. لا مش ممكن يسمونه لحما. صحيح ولا لا. معنا الله سماه إيش. لحما. لحما طليا. تستخدمون منه لحما طليا. فهنا العماء يقول العرف هنا حاكم يفسر به القول. فالعرف حاكم في هذا الباب. لو كان فيه مثلا أنت في منطقة من المناطق. وأن المرأة إذا قال لها رحالي عن الطلقي. هنا ما نقول إن هذا كناية. ممكن نجعله في الصريح لأنه العرف هنا حكم بأن هذه الكلمة تعرف عنها للطلاق. أيضا من ذلك المعروف عرفا كالمشروطي شرطا. فلو كان رجل أو شركة إن اشتريت منها شيئا المتعارف عند الناس جميعا. هذه الشركة إذا بعد تبيع وتأتي بالسلعة إلى المنازل. حتى هو بيكتب لك لافتة عظيمة والتوصيل للمنازل. فهذا عرف. فإن اشتريت فلم يوصل لك المنزل لك أن تضمنه. ولك أن تفسخ لأن هذا عايب تفسخ به البيع. مع أن العقد بالخير ما لم يتفرق وقد تفرقه. لكن نقول هنا شرط في مقتدى العقد. تعرف عليه أنه يوصل إلى المنازل. فإنما يوصل للمنازل فلا يصح بحال من الأحوال. أيضا من ذلك العماء يضربونه مثلا في مسألة الأعراف. وهو تضمين الصناعة. تضمين الصناعة. أن تضمن الصانع تعطي له ثوبا. وهذا الثوب مثلا حدث فيه شيء تقول فردت أو لم تفرد أن تضمن. تضمينه حتى بعد غير التفريط. طبعا الشفع يأبى ذلك. هذه مسألة في الخير أنا فصلت فيها القول قبل ذلك. لكن أنا أردت أن أبين أن هذا من باب العرف. العرف الآن سائد أن الصانع اللي لم تضمنه. خلاص فرط ولم يمكن أن يهتم بحاجاتك بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لباب القاعد الوصولية. نعم. بس نحن نتكلم على أنه عرف اللفظ. لما قال أنا أوصي لأولادي. فالولد فعرف الناس أنه الذكر. لا الأنسة. ما يدخل في ذلك. لكن ليس المسألة على أنه أجحف على البنات. لكن هو لو قال أوصي لأولادي فأنا عايز أصرح بالان. لأولاد كل الأولاد يدخل فيه الولد الذكر والأنسة. العرف هنا يفصل لنا. أن الولد لا يطلق إلا على الذكر. نعم. أسلم. نعم.